أيها الأخوات والإخوة بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا فدق الله العظيم أريد أن أخبركم اليوم بأن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما قاطعا في مواجهة الوزير عمارة وما قام به ضد رابور في قضية إلغاء الاتفاقات القائمة بينهما بدون حق هذه المحكمة أعطتنا الحق الكامل في صحة الاتفاقات وأعادت الأمور إلى أساسها وأعادت المياه إلى مجاريها وعطتنا الحق الكامل في مذاورة نشاطاتنا طبقا للقانون والحمد لله ما كنا نطالب به قد تحقق وما كنا ننادي به فإن العدالة كانت لمن يخالف القانون بالمرساد ما خالفنا قانونا ولا اعتذينا على حق أحد بل كنا دائما شركة رائدة في العمل الوطني كنا دائما شركة مواطنة تعطي أكثر مما تأخذ وواجهتنا عصابات الرمال في كل جهة وجمعياتها الاسترزاقية التي تدعمها بعض الجهات داخل وزارة التجهيز ووقفوا لنا في طريق استثماراتنا وفي طريق ما نقوم به من أجل دعم الاقتصاد البحر المغربي كنا دائما شركة رائدة ومجموعة متقدمة في هذا المجال استثمرت أكثر من مليار درهم لتؤدي هذا الواجب وعملت بنكراندات بكل مهندسيها وأطرها وعاملاتها وعمالها وكبارها وصغارها وحتى الأطر التي التحقت بها أخيرا من الأطر التي عملت في مشاريع متعددة قبل سنوات وسنوات لقد جئنا لكي نقوم بواجب أملاه علينا الوطن وضمائرنا في الصحراء المغربية وفي المناطق الوعرة وكنا نقدم هذه الخدمات للدولة التي هي العميل رقم واحد لنا ودفعنا التمن غاليا من تصرفات هذا الوزير الذي لم يحترم لا قانونا ولا قوانين أصدر قوانين ونسي أن يصدر القوانين التنفيذية والمساطر التنفيذية لوضعها في طريق صحيح ولحد الآن لازلنا نعاني من نفس المشكل في المهدية وفي مناطق أخرى يعني نوع من البلطجة في العمل البحري والله يشهد بأننا لم نستفز أحدا ولم نطالب من أحد حقا ليس لنا وهذا ما قالته المحكمة الإدارية في الرباط عندما أطاحت بهذه القرارات الجائرة والقرارات المستبدة التي طوت صفحتها هذا اليوم أعرف بأنكم في درابور وفي سطر مارين وفي ريمال وفي ميدوسيون أعلنتم فرحتكم وكنتم على استعداد لكي تسيروا صفا واحدا والحمد لله لرفع قيمة هذه الشركة التي حاول هذا الرجل أن يضعها في وضع سيء جدا لقد رفعتم رأسي وأشكركم وأؤكد لكم بأننا سنعيد باقي المناطق في العرائش وفي مهدية وفي غيرها من المناطق المغربية وسنعمل جاهدين لرفع القيمة الاقتصادية البحرية لهذا البلد بعيدا عن الشركات الأجنبية بما فيها الشركات التركية التي تحاول بعض الجهات أن تستعملها في بحارنا رغم إرادة شعبنا ورغم إرادة شركتنا الوطنية والمواطنة اليوم أؤكد لكم مرة أخرى بأننا سنعمل جاهدين لتصحيح هذا المسار ونؤكد لكم بكل قوتنا أن درابور ستبقى شامخة شامخة لكي تؤدي هذا الواجب فكونوا دائما على موعد مع إدارتكم التي وفرت كل شيء للقيام بهذا الواجب ولنفرح جميعا بهذه الانتصارات التي تتحقق رغم كيد الكائدين ورغم تعطيل مستحقاتنا ورغم المؤامرات الكثيرة والكثيرة جدا التي يجدونها في آخر المطاف لكي يعطل مسيرتنا وسنبقى دائما مرفوع الرأس وسنبقى دائما مرفوع الرأس وأؤكدها مرة أخرى لكي نؤدي هذا الواجب لخدمة هذا الوطن العظيم الذي يستحق كل التقدير